السلام عليكم ورحمة الله. هلا بكم شباب. ترية شوي مال دقيقة ان شاء الله. خلي دشون الشباب. نبدأ في اللايف. طبعا تجربتي هاي اول تجربة في اللايف. نتكلم اياكم في اللايف ان شاء الله. بعض المتابعين اخترحوا كذا مرة. عبدالله اطلع لايف اطلع لايف اطلع لايف. فنتمنى نتمنى تكون لها فايدة ان شاء الله. وانا من عادتي اعطي المختصر يعني. فبحاول اللايف بعد قد ما اقدر امشي بسرعة في النقاطة الافباري. واعطيكم المختصر. هلا بكم. فان شاء الله نعطيكم المختصر ان شاء الله. ونستفيد ان شاء الله كلنا. زي موضوع اليوم ان شاء الله بيكون كيف استثمر صح في الاقار. اه وايد شباب يسألون. اه يتواصلون اياي. اه اتصالات توصلني. عبدالله. عدنا مثلا المبلغ الفلاني. هل الروم نستثمر. اه عبدالله كيف نبدأ الخطوة الاولى في الاقار. بالنسبة لنا الخطوة الاولى نشوف. نشوفها مبهما. في استثمارنا في الاقار. فان شاء الله. بجاوبكم في هاللايف. هل بيك سيف. مرحبتين. ان شاء الله بنجاوبكم في هاللايف. عن بعض التساؤلات. انا حط فبالي خمس تساؤلات ان شاء الله. بجاوب عليها في هاللايف. وطبعا في اشياء وايد موجودة وقابلة للطرح. اه اذا صار صارت فرص مناسبة ان شاء الله في لايفات ثانية. اه بعض التساؤلات الا بطرحها. الا مناخذكم فيها. اه متى افضل وقت للشراء. هذه نقطة مهمة لنجاح اي شخص حاب يستثمر. متى هو افضل وقت للشراء. من زين. هذا التساؤل الاول لما نتكلم عنه. التساؤل الثاني ما هو وضع المالي. يعني اي شخص يفكر في الشراء. شو وضعك المالي. من زين. من نتكلم عن كل واحد ووضع المالي. كيف يقدر اموره. هل بالنسبة للاستثمار وقت الصح. ولا لا. عليكم السلام ورحمة الله. ما هو هدفي من الاستثمار. طبعا كل واحد يدش في سوق العقار. عليكم السلام. حياكم الله. كل واحد يدش في سوق العقار او يفكر في الاستثمار العقاري. ممكن هدفي يكون مختلف. ممكن انا عبدالله استثماري. هدفي شيء اخر. الشخص الفلاني هدفه الاستثماري شيء اخر. فشو هي الاهداف اللى موجودة. من الجميل لكل واحد يحط لي هدف في استثمار. من نتكلم شوي عن هالأمور بعد نتكلم نقطة مهمة أي شخص في انطلاقته من المهم أن يكون عارف شو هو العائد الاستثماري وإن نسميه الROI نتكلم شوي عن هاي الفكرة وبتكلم بعد النقطة الأخيرة بتكلم أخطاء أخطاء ممكن الناس تقع فيها في استثمارها العقاري ممكن أشخاص في استثمارها الأول تطيح فيها الأخطاء وممكن أشخاص في استثمارها الثاني والثالث والرابع وتطيح فيها الأخطاء فبعض الأخطاء اللي ألاحظها من نوه عليها إن شاء الله وإن شاء الله تفيدكم فنبدأ نبدأ لايفنا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم عنواننا اليوم كيف أستثمر صح في العقارات في مجالي العقاري في انطلاقتي في مجالي العقاري كيف أستثمر صح أو إذا أنا أملك عقار أحب أضيف عقار ثاني ولا ثالث ولا رابع كيف يكون استثماري صح من المهم أي واحد يستثمار يدخل استثماري يكون صحيح فالتساؤل الأول متى أفضل وقت للشراء وايد ناس يسألون عبدالله هل اليوم وقت مناسب للشراء اليوم أنسب وقت للشراء ولا لا نتريه هل السوق بينزل زيادة هل السوق مستقر هل السوق في صعود من وجهة نظاري الخاصة من وجهة نظاري بالنسبة للسوق أتكلم إذا نشوف وضع السوق العقاري في دبي نزيل من 2014 نتكلم على حسب الإحصائيات أنا استند الإحصائيات من موقع بويوت على سبيل المثال من 2014 لنشوف الإحصائية لين اليوم 2020 نتكلم إحنا ست سنين النور نورك الغالي حياك الله نتكلم إحنا ست سنين نشوف كيف العقار متوجه خلال ست سنين العقار متوجه لهبوط نتكلم بكل شفافية وكل وضوح العقار حياك الله تسلم العقار نشوف أنه متوجه في هبوط بكل شفافية نتكلم أرقام الدل العروض اللي نشوفها ست سنين العقار متوجه في هبوط متوقع كان الناس كلها كانت تتوقع أنه بيأكسبو وبيعدل السوق وضع ولا صارت أجل الأكسبو فمتى أفضل وقت نشتري إذا نحنا نتكلم صارت ست سنين العقار ينزل 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 هل اليوم أفضل وقت أشتري ولا لا أتريالين قرب أكسبو أفضل وقت أشتري ولا متى أشتري واي التساؤلات توصلني عبدالله اليوم أفضل وقت ولا لا أنا من وجهة نظري الشخصية أنا بتكلم بوجهة نظري سواء تصيب ولا تخيب ولا شيء العقار يمر بدورة مثل ما عارفين دورة العقار مرات تمر كل ثمان سنين مرات كل عشر سنين كل اثنى عشر سنة فهذا نسميه الدورة العقارية يعني العقار يمر بفترة انتعاش وفترة ركود فهاي الدورة تصحيح بين الثمان لاثنى عشر سنة إحنا نشوف دورتنا الحالية طولت نتكلم إحنا الهبوط ما نتكلم الدورة كاملة إحنا نتكلم الهبوط مر عليها أكثر من ستة سنين فبالنسبة لي أشوف الهبوط مر عليها ستة سنين وإحنا نترايا إكسبو يا كورونا وأثر في العقار الشيء اللابد منه لكن شو الاقتصاد حين عجالة الاقتصاد ردت حركات في دبي انزيل وفي كل العالم بترد تحرك مع الإيام فإحنا إذا ما كنا اليوم في أهبط نقطة في العقار إحنا من ضمن أهبط نقطة أعطيكم مثال يعني تقريب للفكرة على سبيل المثال إذا أنت شخص مستثمر في الأسهم ما بتيب عليكم السلامة رحمة الله حياك الله أخو إذا أنت شخص مستثمر في الأسهم ما بتيب المت دون ما بتيب أرخص سعر دخلتك ما بتكون هي أنزل سعر حتى دخلتك مثلا في العقار ولا أي شيء ما بتيبها في أرخص سعر أنت ممكن تتيبها قريب من قريب من هذا السعر يعني ما أقول لك اليوم ممكن تحصل أرخص سعر ولا أقول لك أقب شهر ولا شهرين بس أنت في هال إيجاء في هال مجال يعني مجال الداون مش اليوم الداون ولا باتشر دون أنا ما أقدر أقول لك متى من أعرف بعد ما نطوف هالمرحلة بتبين بالنسبة لنا هل إحنا استثمرنا في الوقت الصحيح الوقت المناسب من وجهة نظري أتوقع إحنا في المنحنة يعني منحنة سواء إذا ما كنا في النقطة الأنزل قريب من النقطة الأنزل في هالوضع يعني أنا بالنسبة لي أشوفه هذا أفضل أفضل وقت للاستثمار هذه الأوقات الكورونا لها تأثير كبير أستاذ عبدالله نعم الكورونا لها تأثير كبير وما نختلف في هذا شيء طفرع قارية في إكسبو تتوقع الله أعلم لا تعليق أنا ما أحب أتكلم توقع الشخصي في إكسبو الكلمة تتفاعل الصراحة في إكسبو لأنه بتيب سياح وبتجذب ناس وهذا شيء بديهي يعني ما يحتاج أعطي راية في هالأمور بيزيد العرض وبيزيد الطلب إن شاء الله في إكسبو أحين يالس يزيد العرض مثل ما أنتو تعرفون الطلب كورونا أثر عني لكن أحين مع الفتح الطلب يالس يتحرك يعني أنا بالنسبة لي أنا في القطاع الأقاري أشوف أشوف الأقبال رد يتحرك العجلة رد تتحرك بعيدا عن السوق في المنحنة اللي تحت نتكلم السوق رد يتحرك معاملات كبيرة وأرقام عالية تتوقع ممكن الإيقار ممكن يصعد منتكلم عجلة الإيقار مش عجلة سريعة منتكلم من بعض الأخطاء في التساؤل الخامس منتكلم عن هالغلط اللوايد مستثمرين يفكرون فيه حياة كلها أبو أحمد منور منور أبو أحمد نزيل التساؤل الثاني تكلمنا على التساؤل الأول متى أفضل وقت للشراء تكلمتنا من وجهة نظري الخاصة ممكن البعض عنده وجهة نظر ثانية العموم هذه وجهة نظري الخاصة وحبيت أشارككم فيها شخص حاب يستثمر أنا أتكلم شخص حاب يستثمر مثلا لأول مرة ومش عارف ومش عارف وايد شباب يسألون والله عبد الله حاب ينستثمر أول مرة بس مش عارفين كيف نبدأ كيف أبدأ مش عارف يعني في عقاري الأول نزيل أنا بسألك هل أنت مؤهل للاستثمار ولا لا هل أنت مؤهل أنا أتكلم ماديا للاستثمار ولا لا بتقول لي كيف يعني ممكن شخص هلا بيك سيف ممكن تقول لي كيف يعني مؤهل ولا لا بقول لك عندك المبلغ عندك السيولة بتقول لي لا يا لس أفكر بقول لك أوكي أنت غير جاهز للاستثمار تريه جمع فلوس بعدين تكلم أنه ممكن أستثمر ولا لا ترى الخوف أستاذ عبد الله شوف أنت أي استثمار تدخله ولا أي تجارة لازم فيها المجازفة الخوف راجع لك أنت شخص تخاف شي راجع لك يعني كل استثمار في مجازفة حياك الله حياك الله السمي تموي العقاري من البنوك هذا يبال أصلا يبال دردشة لايف كاملة عن البنوك أمور البنوك وهكيف هالأمور انزل فقلنا هل عندك مبلغ إذا قلت لي لا أنت ما عندك مبلغ أنت اليوم غير مناسب بنسبالك الاستثمار العقاري قلت لي هي عندي مبلغ بقول لك كم المبلغ المتوفر عندك أي شخص أول مرة يفكر في العقار قلت لي والله أنا مجمع مجمع 20 ألف ممكن شخص يقول لي أنا مجمع 20 ألف وحاب أستثمر في العقار من البديهي بقول له لا فلان المبلغ اللي عندك ما يكفي جمع زيادة ممكن شخص يقول لي أنا عندي في حدود 100 ألف بقول له أوكي عندك في حدود 100 ألف وعندك دفعات ممكن طريقتين للاستثمار الطريق الأول للاستثمار ممكن قيد الإنشاء ونرتب أمور الدفعات وممكن مثل ما قال الأخ تمويل البنك العقاري إذا أنت عندك في حدود 100 ألف نتكلم ممكن طريقتين طريقة قيد الإنشاء وطريقة تمويل عقاري تمويل بنكي وكلهم كل واحدة لها إيجابيات ولها سلبيات اليوم مبصددنا يعني مو بكلامنا عن أمور التمويل البنكي وعقار القيد الإنشاء والعقار الإنشاء لا عمورنا كيف استثمر صح كيف الدخلة ما علي تكون صح نزيل إذا قال لي والله أنا عندي أكثر من 300 ألف 400 ألف 500 ألف عندي مبلغ عالي نزيل هنا أنا أقول لك إذا عندك كاش اليوم عندك مبلغ عالي مفتوحة لك كل الطرق سواء بغيت تستثمر كاش الكاش ما لك طبعا بدون نقاش بغيت تستثمر كاش بغيت تستثمر في عقار قيد الإنشاء بغيت تمويل عقاري بغيت عندك فوق 300 ألف 400 ألف ممكن هالخيارات تفتح لك طبعا بتقولي عبد الله عندي 300 ألف 400 ألف كيف باخذ كاش تاخد شيء على قدك على 300 ألف ممكن تحصل استوديوهات اليوم على 300 ألف قديمة نوعا ما بس ممكن تحصل نحن نتكلم شخص حاب يبدأ وطبعا الأشخاص اللي عندهم تجارة في العقارات عارفين هالمعلومات معلومات مكررة بالنسبة لهم بس أحبنا أشارك الأشخاص بعد اللي حابين ينطلقون في المجال العقاري لأنه واجد شباب يغيب عنهم حس التوعية يعني حاب يدخل في المجال العقاري بس مبعارف كيف ياخد الخطوة نزيل أحين نتكلمنا عن السؤال الثاني عنه الوضع المالي بنتقل للسؤال الثالث تساؤل ثالث نطرحها في الاستثمار الصح في العقار شو هو هدفك الأساسي من الاستثمار كل شخص ليه هدف لازم أنت في دخلتك للعقار في استثمارك العقاري لازم يكون لك هدف والله واحد هدفه في الاستثمار العقاري هدف غير عني غير عن عبد الله فما عليك من الشخص الفلاني يتكلم عن العقار والشخص الفلاني والشخص الفلاني كل واحد ليه هدف كل واحد ليه أسلوبه الخاص في الاستثمار أسلوبه الخاص في التجارة أهداف متنوعة بعض الأهداف ابو احمد شرايك في مشروع ماك سيتي ابو احمد الموضوع انا ما حب ادخل امور المطورين والدعايات والعروض وهالامور خلي اتكلم انا كيف استثمر صح اي اشياء الخاص مو مشكلة بتكلم اياك لو تثبت الاسئلة تحشت عشان اللي توا داخل يعرف عن شو ترمس من جي انا عيد الاسئلة مشكلة بارد اكتب اذا حد بيحط لي السؤال اللي اكتبه بثبته ما عندي مشكلة الاحين اتكلم ما هو هدفي من الاستثمار ايحد بيكتبه بسوي لبن بثبته الهدف مهم الهدف مهم شو هدفك من الاستثمار والله عبدالله هدفه يشتري ارض يخليها على صوب وباشر يردي بيها اقب عشر سنين خمس سنين خمسة عشر سنة شوفوا عندي هدف لازم انت في دخلتك للعقار اذا تبقى تكون دخلتك صح تكون عندك اهدافك الخاصة مش اهداف الناس اللي توجهك خل عندك انت بالنسبة لك انت هدف ممكن اشتري ارض اخليها اقب فترة ارد بيها ممكن اشتري ارض اكون كون مطور اشتري ارض وابنيها وبعدين تسلم والله ما هو خلها ثبته اشتري ارض وابنيها وبعدين اطورها ابيعها هدف ثاني ممكن ولا ممكن فالاستثمار ممكن هالشي هدفي اشتري والله اقار جاهز اشتري بسعر لقطة اقب فترة اريد ابيعه ممكن موجود هدف شوف كل واحد لأسلوبة في الاستثمار مش كلنا نفس الاسلوب اي شخص يفكر لأسلوب الخاص ممكن شخص يفكر والله اشتري اقار جاهز بس اشتري اقار اشتري اقار قديم مثلا بيت تراثي بيت قديم بيت شعبي بيت عفى عليه الزمن أسوي لصيانة أرممها وارد بيها أرفع من سعرها وارد بيها في ناس يسوي هالشغلة في ناس يسوي هالشغلة فكل واحد من المفروض يكون له هدف احنا تكلمنا عن كم هدف حين تكلمت أنا عن خمس هدف ممكن هدفك تشتري عقار تشتري عقار جاهز تسوي لصيانة وتأجرى هدفك شوف شو هدفك تأجير أخوي عبد الله شو الأفضل بما أنه حاليا العقار قيد الإنشاء أغلى من العقار الجاهز هل نأخذ مشروع قيد الإنشاء ولا نتريه المشروع ينتهي ونأخذ كاش بعد ما يجهز العقار لأن السعر يكون أرخص أخوي محمود أخوي محمود السؤال أصلا نشوي خارج الموضوع هذا أنا أقول لكم هل أمور هالتفاصيل يبالها لايف كامل حين نتكلم في الدخلة الأولى كيف ندخلها صح كيف نعرف الأمور هل تساؤلات وتساؤلات ثانية بنوصل لوقتها بنتكلم عنها طبعا العقار القيد الإنشاء مو بشارط يكون أغلى من الجاهز يعتمد المطور ويعتمد العروض ويعتمد التفاصيل ممكن تأخذ قيد الإنشاء اليوم سعره يوم يجهز عقب ثلاثة بحسنين يكون سعره عالي وممكن تأخذ العقار اليوم سعره أنت بالنسبة لك تشوفه عالي قيد الإنشاء ويوم يجهز يكون السوق داق ويكون سعره أنزل هاي تجارة لا تقول لي لازم أنا أدشو لازم أكون راب ربحان هي تجارة دخلتك في العقار هي عبارة عن تجارة فيها مخاطرة نزيل فعندك نتكلم ما هو هدفي من الاستثمار فعندك نتكلمنا نحن ست أنواع من الأهداف ممكن هدفك السابع يكون أنا أشتري عقار أجرا هدفي التأجير خلاص أنت بالنسبة لك هدفك واضح اشتريت العقار تغير وضع السوق ارتفع السوق نزل السوق أنت هدفك بالنسبة لك واضح أنا هدفي المدخول مثل بعض الأخوة يقولون أنه أنا هدفي العقار أو مشروع التقاعد عقار مستمر يدخلي ما أفكر أبيعه مخل أنه عندي عصوب ويدخلي رزلة تساؤل من الأخت إذا هدنا عقار بحدف التأجير عقب كم سنة لازم نرجع سعره عشان يكون فعلا استثمار ناجح شوفي أختي السوق متغير ما أروم أقول لش كم سنة بس إذا طلعت السعر للعقار نتكلم عن كم العائد نتكلم عن ريتيرن ريتيرن عائد العقار من التأجير ممكن العقار أنتم ماخذينه والعائد ماله ضعيف ممكن العائد ماله ممكن 3% وممكن أنتم عقار ماخذينه العائد منه 10% هذا نتكلم اليوم ممكن أقب سنة العائد يتغير فما أروم أقول لش والله أنت خلال مفروض مفروض العقار خلال 10 سنة و 12 سنة تطلعين سعره يعتمد وضع السوق كيف يتغير بس عادة متوقع من التأجير متوقع من 10 ل 13 سنة تطلع سعر العقارك متوقع يعتمد طبعا السوق لتأثير أنزين أهداف الاستثمار هذه الأهداف اللي طرحناها الأهداف الستة فأنا كملخص للأهداف الاستثمار غالبا غالبا إلا أشوف الشخص اللي يستثمر في الإقار على المدى الطويل استثمارك للإقار على المدى الطويل حاب ربح المدى البعيد يكون استثمارك ناجح من هالباب أنا حبيت أشارككم بعض القصص والله أسولف ويا بعض الكبار كبار المواطنين أسولف وياهم تسمحني الفرص فنشوف قصص النجاح عادة شخص داش في الاستثمار الإقاري ومستمر له نفس يعني مستمر 30 سنة مستمر 40 سنة فيه من ناس يوم تتكلم معاها هاي شوفها يوم شوفها تتفاعل ليش؟ لأنها تفضالة استثمار طويل للأمث وعارف أن الإقار على المدى البعيد بيكون مدخولة حلو حاب على المدى السريع حاب شيء على المدى السريع ديش أسهم لا تقول لي إقار تبقى شيء سريع ديش أسهم أو إقار لقطة يعني إقار محصل لنا داون داون بتشتريه وبترد تبيعة ممكن بس مب دائما تضبط بين الإقار شقة وأرض إن شاء الله مب منصدد موضوعنا اليوم سالفة الشقة والأرض كلا له ميزانيته على حسب الميزانية وعلى حسب السيولة المتوفرة نزيل إحنا تكلمنا حين هذا تساؤلنا رقم إذا لم تابعوا إياي هذا تساؤلنا رقم ثلاثة باقي تساؤلين نطرحها في الموضوع التساؤل خلا نشيل التثبيت اللي بيكتبه أحين ما هو العائد الاستثماري ROI Return on Investment أي حد بيكتبه بثبته ما هو العائد الاستثماري العائد الاستثماري أنت في توجهك أو في شرائك لأي عقار من المهم تشوف كم المردود اللي بيبلك العقار على سبيل المثال نعطيكم أمثلة والله أنا اليوم بشتري بشتري فيلا تاونهاوس سعرها مليون وكزور كم بأجرها بشتريها على سبيل المثال مليون ونص مليون ونص بأجرها 150 ألف ما أقول لك موجود ولا مو موجود أنا بشتريها مليون ونص وبأجرها 150 ألف يعني كم بالمئة مدخولك عشرة بالمئة عشرة بالمئة هذا اللي نسميه ROI خلها ثبتة ما هو العائد استثماري أشكرك هذا اللي نسميه ROI وايد من الناس وايد من الناس يوم بيستثمر في العقار يشوف أوكي كم العائد مثلا عقار جاهز يروم يقارن والله حاليا مؤجر كم مؤجر كم العائد اللي بي له فهالشي طيب أنه تقارن شوف وضع السوق كم العائد تكون عارف تقريبا تقدير أنت كيف عائدك بيكون طبعا العائد متغير مش يكون بالنسبة لك أو العائد الاستثماري ما لعشرة بالمئة يعني أنا طول حياتي مع العقار بيكون لعشرة بالمئة لا في أيام بينزل العائد وفي أيام بيصعد العائد هذا سوق وهذا متغير شو الأشياء اللي تغير أو تأثر على العائد قدنا سبع أشياء أنا بالنسبة لي أشوف سبع أشياء تأثر على أو على حسبات خلنا نقول الحسبة الرياضية اللي أنت تحسبها في استثمارك سبع أشياء أنا أشوفها تأثر تأثير قوي أتوقع الشيء الأول كل عارفنا الموقع الموقع يأثر ومستقبل المنطقة اللي أنت مستثمر فيها اختيارك لموقع قوي ممكن الموقع بسببتة يكون العقار ما هبر سعره في ظل أزمة كورونا في ظل أزمة كورونا أنا استغربت في كذا مشروع ما نزل سعرها وأنا الصراحة ما كنت على علم واحد من المتابعين كان يسألني عبدالله شو رأيك في المشروع الفلاني زين قلت له والله أول مرة أسمعي بي بأشوف لك وبرد عليك يومية تشوف عن المشروع وتفاصيله وهذا في ظل أزمة كورونا المشروع مرتفع سعر 10% لا تعليق بتقول لي عبدالله شو هالمشروع شو ما دي المهم يعتمد الموقع ويعتمد مستقبل المنطقة شيء غريب أنا أشوفه شيء غريب في ظل أمور نازلة هذا مرتفع فالموقع لتأثير ومستقبل المنطقة لتأثير في الاستثمار الشيء الثاني اللي يأثر على عائدك أو استقرار عائدك شو الخدمات المتوفرة في المشروع اللي أنت حاب تستثمر فيه هل في مواصلات هل في مثلا باصات RTA هل في مترو هل في جمعية هل في دكان مدرسة شو الخدمات المتوفرة تأثر في استقطاب المستأجرين أو الزباين أو إعادة البيع شو الكواليتي العقار اللي أنت تاخذه شو الكواليتي هل الكواليتي مال عالي هل حجمه كبير هل النقطة الثالثة اللي أتكلم عنها في التأثير على العائد مالك هل الكواليتي ماله ممتاز حجم العقار ممتاز إذا حجمه ممتاز لكن جودتها عالي أتوقع المستأجرين بيونك بعد جودتهم في الفلوس يعني يعتمد أنت شو اللي تأخذه عندك عقار A كلاس وعندك عقار B كلاس وعندك عقار C كلاس فأنت شو اللي تأخذه اتوقع منه المردود بعد اللي تأخذه الموقع يأثر في موضوع الـ ROI العاد يكون أقل ولا يكون الريسل يكون أفضل طبعا في من مواقع نزين الـ ROI يأثر فيها الموقع ممتاز الـ ROI أنزل في إعادة البيع يكون أعلى كلامك سليم فمن هذا الموقع فمن هذا السبب نقول حدد هدفك من الاستثمار شو هو هدفك؟ شو هو الشيء اللي بتمشي معه؟ المنطقة والله عليها إقبال ومبيعات عالية أنت هدفك إعادة البيع بتأخذ في منطقة عليها حركة قوية هدفك تأجير بتأخذ منطقة عليها الطلب في الإجارات أعلى ومنها المجرة النقطة الرابعة التي تأثر وضع السوق الحالي وقت الشراء يعني نعطيكم مثال والله أنا حاب أخذ عقار نعطيكم على سبيل المثال في واحد السيليكون أنا حاب أخذ عقار اليوم في واحد السيليكون ممكن تحصل عقار اليوم مردودة 6%-7% في واحد السيليكون ممكن 8% نتكلم وضع السوق الحالي فأنت بالنسبة لك العائد الاستثماري اليوم 6% إلى 8% لأنه أنت دشيت اليوم في السوق لكن لاشخاص اللي داشين قبلك اللي داشين مثلا من 4 سنين من 5 سنين العائد مالهم اليوم ممكن وصل 4 بالمية 3 بالمية فكل سنة العائد يتغير انت تكون مخضنها بعين الاعتبار العائد متغير دخلتك تقارنها بالإيجار بتعرف عائدك اليوم وكن متوقع المستقبل كيف يمشي هالمستقبل بيكون استقرار بيكون هبوط وفيه تصحيح كل واحد لنظرته الخاصة في حسبة الريتيرن في حسبة الريتيرن من الجميل عدنا عدنا وعي الكل عارف موضوع رسوم الخدمات يعني يوم بياخذ عقار يسأل عن رسوم الخدمات وهذه نقطة جدا جميلة اي شخص حاب يستثمر حاب ياخذ عقار يكون عارف شو الرسوم الخدمات اللي مطلوبة علي عشان يحسب النت انكم الصافي كما تخولك ممكن عادي يرتفع طبعاً ممكن العاد يرتفع لا يوجد نقاش ارتفع السوق ويرتفع العائد العائد متغير كل مرة تأجر يتغير السعر هذا سوق يرفع سعر ممكن يرفع وممكن ينزل عادي أنت اليوم مااخذ مكان وانت شاه Para هذا جذبني الإعلان لأن نتكلم في الأخطاء إحنا جذبني الإعلان لأن العائد مالة 9% ولا 8% واليوم السوق ما تشوف منها العوائد ممكن لكن السنة لهاية يوم بثي بتأجرة تكتشف أن العقار يدوبة هي بـ 5% ممكن ممكن تصير هال المشاكل واحد الموضوع يجر موضوع ثاني واحد من الشباب كان يسألني قال يا عبد الله والله نحصل العقار الفلاني والعائد مالة 8% تقريبا ونصف بالمية فشو رايك في العقار شفت التفاصيل وقال لي العقار مأجر وعلى عائد 8% فشو رايك شو الأمور لشوفها أتوكل على الله قلت له فلان كسعر ممتاز يعني السعر سعر العقار السعر اللي نسميه لقطة هي لقطة السعر لكن العائد انت تقول لي 8% سعر التأجير لم أجرنا أنت المستأجر الحالي مش نفس سعر السوق فتوقع بعد انتهاء العقد شو اللي يصير المستأجر يا يكلمك فلان نزل للإيجار يا يقول لك والله أنا بطلع وتدور السعر وتدور مستأجر يديد على سعر السوق فاليوم انت تشوف الاروي مالك 8.5% بس مع طلعة المستأجر وردت مستأجر يديد ممكن تكون 6% فهاي شباب يغفلون عنها خلها تكون بعين الاعتبار بالنسبة لكم ممكن مبلغ رسوم الغدمات الخدمات يتغير على أي أساس أخوي خالد سؤال حلو ممكن رسوم الخدمات يتغير هي رسوم الخدمات متغير ودائما دائرة الأراضي ترفق له نظام ملاك يرفقون لك الرسالة من بداية السنة للأصار رسالة ربع سنوية تكون شو صارت الاستهلاكات في المبنى طبعا استهلاك المبنى زادت عليك ارتفعت رسوم الخدمات صارت لأمور سنانة بترتفع رسوم الخدمات بس مقدرة من الى شو الاسباب اللي ممكن ترفع العاد الجينيبي سؤال حلو بعض الاشياء ممكن ترفع لك العاد والله انت اخذت العقار سويت لأ صيانة ضبطت سويت لأ بوليش بوليش ممكن ترفع عادة حطيت لأ لمسات ممكن ترفع عادة كيف سلوبك انت في الاستثمار العاد ممكن يرفع هي ممكن يرفع عدد الشيكات يأثر بعد لا تنسى بعد الاجراءات ما تقدر تزيد كل سنة على حسب السوق مساء الخيرات العموم نرجع لموضوعنا وصلنا النقطة الخامسة اللي تأثر في الار او اي العائد الاستثماري انا توقعت الصراحة بخلص الليف وايد اسرع ما ادر ليش المهم الليف حلو تساؤلاتك بالصراحة حلوة نستمر ما هو العائد الاستثماري وشو الاشياء اللي تأثر عليه تكلمنا النقطة الخامسة رسوم الخدمات النقطة السادسة خليكم في عين الاعتبار بالنسبة لك فترة الاخلاء فترة الاخلاء ما حد يطرق لها ليش انت يوم يفضع عقارك انت اذا تشوف الريتير رو اي لازم في فترة مستأجر بيطلع ومستأجر بيه فانت في حسبتك اذا انت حسبتك صح تكون ماخذنها بعين الاعتبار يعني كيف عبدالله قصدك يعني قصدي انت بتأجر العقار نفترض 12 شهر صح خلص المستأجر يبقى يخلي عقب 9 شهور قال لك المستأجر انا بطلع عليكم السلام لا متحملن كما فعليك الجينيبي فعقب 9 شهور قال والله انا ابو اطلع ازاي توقع انت بيطلع يوم بيخلص العقد فترة بيتم العقار فاضي فهاي تنزل مردودك تنزل الريتير مالك ترى احنا يوم نتكلم في حسبة كاملة تخصم رسوم الخدمات تحسب حساب فترة اخلاء فترة العقار يكون فيها فاضي فالمدخول مالك الصافي لازم يكون عندك بعين الاعتبار فترة اخلاء يوم تحسبها حسبة رياضية بالنسبة لك هذه النقطة السادسة نزيل النقطة السابعة اللي هي الأخيرة في هاي النقطة النقطة العائد الاستثماري التصليحات اللي يكلفك العقار ممكن تشتري عقار ويحتاج تصليحات والله المكيف اخترب والله الشي اللي فلاني فيه مشكلة والله فممكن اتيك تصليحات هذا يأثر في العائد مالك وشي طبيعي انت ساكن في فلتك ما فيها تعديلات ما فيها تصليحات نفس الشي في عقارك في استثمارك كن متوقع هالشي ما على بتقول لي عقار يديد اول سنة ما بدي تصليحات صح عقار يديد اول سنة مش شرطة تيك التصليحات ثاني سنة مش شرطة بس ممكن هي ممكن اخطاء واردة خرابات واردة فانت تكون حاسب حسابك حاطلك ميزانية والله للتصليحات وحاسب حسابك حسبتك الرياضية فترة اخلاعات هاي اذا منتكلم في لايف ياي عن امور البنك هاي جدا مهمة تحسبها في حسبة الكاشفلو طريق التمويل البنكي ومن هالامور يبالنا لايف كامل عن هالامور فهاي السبع نقاط اعيدها اللي متأثر في الريتير النقطة الاولى الموقع الموقع ومستقبل المنطقة يأثر الخدمات المتوفرة ثلاثة الحجم والجودة اربعة وضع السوق الحالي خمسة رسوم الخدمات ستة فترات الاخلاء وسبعة التصليحات هاي سبع امور تأثر ننتقل لنقطتنا الاخيرة تساؤلنا الخامس في لايف واتمنى ان يكوننا لعجابكم اخطاء ممكن ان اقع فيها في استثماري سواء كان استثمارك الاول ولا الثاني ولا الثالث اخطاء ممكن ان اقع فيها اذا حد من الشباب يكتب التساؤل من ثبته اخطاء ممكن ان اقع فيها اخطاء بعض الشباب للأسف يقعون فيها يفكر في استثماره يفكر تعرف يوم يسير للوسيط تسلم والله محمد شرح جميل رب يعطيك العافية وكثر من اللايفات والنقاشات واجسان تسلم والله افعلكم ان شاء الله اذا الامور ماشية بنحفظ لكم البث وبنزلها بعد على اليوتيوب ان شاء الله اذا الامور نشوفها ماشية وتفاعلكم طيب ليش لا نستمر في لايفات بين فترة وفترة ننزل لكم لايف انزل الاخطاء اللي ممكن ان نقع فيها تساؤل الخامس في موضوعنا اليوم كيف استثمر صح اخطاء ممكن ان اقع فيها في استثماري العقاري للأسف بعض الشباب يقعون فيها ليش الوسيط انا وسيط صح ان انا وسيط لكن واحد من الشباب يقول لي عبدالله انت وسيط محايد انزل انا وسيط تسلم بعلي خلا ثبت الله متفاعلين الشباب اثنين اكاتبين تسلمون انا وسيط بس ممكن الوسيط يعطيك الشمس فيده والقمر فيد يو بيبيع يا ريال يو بيحصل رزقته شي عادي هي شي عادي يو بيحصل رزقته بيحط لك الشمس يميل والقمر يسار يو بيبيعك بيحصل عمولته بيحصل فلوسه انا موينة اترزق من العمولة ترى فبالنسبة لي من فائدة النبي هذا شي طبيعي اي وسيط هذا تفكيره فيحط لك يحط لك القمر فيد والشمس فيد ويوم اتي للواقع لا تعالي هذه نقول لكم فيها اسأل واسأل واسأل قبل ما تطلع او قبل ما تتحرك في اي عقار في اي استثمار اسأل لا تسأل شخص لا تقتصر على شخص مو تقول لي والله انا سألتك انا عبدالله انت وخراس لا اسأل شخص وشخصين وثراث حاول تسأل طبعا خاصة لبتسألهم ممكن تفكيرهم ممكن تفكيرهم او هدفهم احنا تكلمنا عن تساؤل ما هو هدفكم الاستثمار ممكن هدفهم مختلف عن هدفك لكن بعد اسأل اذا كانت تجربتك الأولى انت ما عندك خبرة اسأل اذا عندك تجارب وعندك خبرات ممكن تكون عارف كيف الامور تمشي هذا غلط وايد الناس اطيح فيه للأسف وبعدين هيون يتكلمون والله انا اخدت العقار الفلاني وطاح بتبدي اسأل وسائل التواصل موجودة وسطاء وايد موجودين ثقات السوق ما شاء الله موجود فيهم الناس ثقات ما نتكلم ان كل وسطاء مش زينين فاسأل غلط ثاني والعديد يطيح فيه يفكر انا استثماري في العقار استثمار سريع يعني انا بكسب بكسب مدخول او رعائد سريع العقار لا استثمارك في العقار اكرر استثمار طويل المدى هدفك يحدد صح هدفك يحدد لكن لا تتوقع المكسب السريع انت مش في اسهم انت استثمارك في عقار استثمار عقار قصص العقار او قصص الناس الناجحين في العقارات قصص ناس استثمروا في العقار على المدى البعيد خل هذه النقطة في عين الاعتبار واستثمارك في العقار يحتاج صبر مرات فترة انتعاش ومرات فترة ركود ومن هالباب على سبيل المثال واحد من الشباب يكلمني طبعا ما بذكر اسمه يمكن ويانا على اللايف يسمح لي استخدمت قصته في في اللايف يقول لي والله عبد الله انا عندي عندي المشروع الفلاني وقريب يتسلم بس ابا ابيعه قلت لزين فلا محتاج فلوس قال لي لا بس خلاص ابا ابيعه قلت لزين بتستفيد قال لا بخسر بس ابا ابيعه ليش يوبي يتحرك بسرعة عندك خطة بدالة لا ما عنده خطة بس يوبي يبيعه حس عمران من مرتاح له اه كان متوقع مكسب سريع وما حصل المكسب السريع ما حاب يصبر قلت له فلان لا اذا انا تبا نصيحتي لا تبيعه انا بالنسبة لي بستفيد اذا انت بتبيعه انا ببيع لك انا بستفيد دامك مش مضطر اليوم وبتبيعه بخسارة كل شي فهمته الا العقار والاسهم اختي العقار تغييره بطي الاسهم ممكن يوم الشوفينه مرتفع بسرعة ويوم نازل بسرعة من هالباب العقار لا شبه يعني حركته جدا بطيئة حركة الاسهم جدا سريعة ممكن في يوم وليلة شوفين السهم نقز 10% فوق العقار لا ما يكون نفس الاسهم كم العمر الافتراضي للبنايات كم سنة او سالفة العمر الافتراضي موضوع طويل هذا نزين فاسمح لي ما بجاوب لك لانا بي منروح في اطار اخر تفكير في المكسب السريع هذا تفكير غالط لا تتوقع مكسب سريع كون صبور في استثمارك العقاري الشيء الثالث بالضبط اخوي العقار يمرض لكن ما يموت صح الكلام سليم ممكن يمرض ما يموت بس اشياء ثانية ممكن فخ الاعلانات فخ الاعلانات المستثمرين لأول مرة يطيحون في هالغلط وايد اشتر اشتر شيء لفلاني ما يحتاج اوضح يعني على الشيء اللي في بالي بس اعلانات وايد اعلانات وايد وبعض الاعلانات الخيالية الخيالية اتوقف اوعدها ما يحتاج اتكلم عن اعلان معين انتو ادرا في السوق وشو اللي قاعد يستوي فممكن تكون انت وقعت فخ لمن فخوخ الاعلانات كن واعي اللي ما فهمتك كيف المكسب اختير في الاسهم الشخص يبيع وممكن يضارب يبيع يشتري يرتفع والله السهم خمسة بالمئة رد باع عقب ثلاثة اربعة ايام لا تتوقع نفس الشيء في العقار لا تتوقع سرعة البيع والشراء هذا القصد انزين هذي النقطة الثالثة فخ الاعلانات النقطة الرابعة الارتباط النفسي يعني شوف انا العقار والله حبيت العقار عزين حبيت العقار ليش فلان ليش حبيت العقار والله العقار لان على سبيل المثل لان صوب عقاري ثاني لان العقار صوب عقار فلان يعني ممكن يسبب لك الارتباط النفسي بالعقار يسبب لك اندفاع في الشراء ويكون الشراء مش لمصلحتك انت حسيت عمرك لا هذا باخذ العقار يعني باخذ ممكن طريقة ثانية اوصلكم الفكرة كيف الاندفاع النفسي عقار عجبك منزل وقدمت عرض قدمت عرض للبايع والله انا بشتريه مليون قدمت عرض والله انا بشتريه مليون عقب يوم يومين قال لك قال لك البايع والله وصلني عرض مليون وخمسين الف انت تقول خلاص بحط مليون ومين وتصير هالحركات انت من دفع ومن تحمس وتعطي العقار اعلى من سعره نفس نفس لعبة المزادات ممكن تاخذك في اندفاعات ومرة تاخذ تاخذ شيء باعلى من سعره نفس الشيء الناحية النفسية في العقار ممكن تغلط هالغلطة فكن منتبه لا تاخذ شيء اعلى من سعره حاول ان تكون مع السوق لان باتر انت العقار مهما يكون بيبلك نفس السوق حتى لو انت حطيت لا اعلى من سعره غلط بعد غلط شباب يطيحون فيه ما يكون متوقع المفاجآت ما يكون متوقع الاشياء ما نقولك تكون سلبي بس كن متوقع ان في اشياء سلبية قد تحصل لك كن متوقع لا لا تخلي الشمس والقمر عندك لا كن متوقع بعد الاشياء السلبية شو الاشياء السلبية على سبيل المثال انت ما اخذ العقار قيد الانشاء اتوقع عادي يصير فيه تأخير يا اخي عادي الشيء ممكن يصير تأخير وهالشي عادي اي مقاول ممكن يصير يصير تأخير في البناء كن متوقع صار تأخير اوووو تكهرب الريال وعاذه وتأخر المشروع يا اخي كن متوقع المفاجآت اشترى عقار وطلعت فيه مشاكل اوووو يلا cheat احتاج صيانات ومنها اللامور وبتفعل بعد زيادة يا اخي كن متوقع اشياء المفاجآت لا تصدمك كن حاسب حسابك يعني متوقع هالأشياء النقطة الأخيرة في الأخطاء اللي ممكن تقع فيها يوم تستثمر في عقار أنا ما أتكلم هذا بعيدا عن الاستثمار الكاش إذا تستثمر مع عقار قيد الإنشاء أو مع البنك عدم وجود مبلغ طواري بالنسبة لك كلامك صح بس لازم يكون في تقييم لأسعار البيوت ممكن الواحد يرفع السعر أنا مزاجه أختي صح مش شرط يكون دايما في تقييم إذا المشتري كاش مش شرط يكون في تقييم والتقييم شيء مرات ومرات سعر البيعة شيء مختلف فالتقييم شيء جيد إذا أحب عقار عن طريق التمويل البنكي يجبرك البنك على التمويل وبتعرف وضع السوق الحالي وممكن أن تتقارن اليوم مساء التواصل موجود الأبليكيشينات يعطيك الأسعار ممكن تشوف آخر بيعات عن طريق دارة الأراضي يتقرب لك الفكرة ممكن تشوف أونلاين شو المعروض يتقرب لك الفكرة نزيل نرجع للخطأ الأخير اللي حاب أطرحه اليوم عدم وجود مبلغ طوارئ إذا أنت كنت في عقار قيد الإنشاء أو كنت عن طريق تمويل البنكي عقار عن طريق البنك خليكم بالنسبة لك موجود مبلغ يعني أنت دفعاتك الشيء الفلاني لا تكون على قد الدفعات راس أمرك حك أمرك حك باشر أي شيء يستوي الطيح حرام في دخلتك في دخلتك كن حاسب حساب عندك مبلغ زيادة يعني أنت بالنسبة لك عندك 500 ألف ادخل يا أخي ب450 ألف ب430 ألف لا تدخل بال500 خل عندك هاي الخمسين هاي الثمانين ألف خلها عندك طوارئ ما تعرف كيف الأمور أنا أتكلم إذا عن طريق التمويل البنكي أو عن طريق عقار قيد الإنشاء طريق الكاش إن شاء الله ما تكون عندك هالمشاكل ممكن لأ شاء الله تطلع لك أمور صيانة وممكن منها هذه 6 نقاط أو 6 أخطاء حبيت أشارككم فيها شو رايك في الاستثمار في عيمان أخوي أحمد أنا متخصص في دبي فوايد ناس يسألوني عن الشارج عن عيمان عن بوظبي على قولتهم عطل خباز خبزة ما بتدخل لك في عيمان وفي الشارج وفي بوظبي لأن أنا مش أهل اختصاص فهذه بعض الأخطاء اليوم تساؤلات خمسة مرين عليها نعيدها على السريع تكلمنا متى أفضل وقت الشراء تكلمنا ما هو وضعي المالي تكلمنا ما هو هدفي من الاستثمار وتكلمنا عن ما هو العائد الرو آي وتكلمنا عن أخطاء ممكن أن أقع فيها في استثماري فهذه الأمور الخمسة إذا أخذتها بعض الاعتبار إن شاء الله يكون استثمارك العقاري صحيح وإن شاء الله يكون ناجح خلنا نشوف كم سؤال شو الأفضل الاستثمار في مناطق المواطنين أو التملك الحر اختي ايمان مناطق المواطنين والتملك الحر يعتمد على الميزانيات اذا عندك ميزانية انا اقول لك استثمر في مناطق المواطنين اذا عندك ميزانية كيف اعتبر العقار الناجح كم يكون نسبة العائد الإيجاري هل بيك ابراهيم ابراهيم العقار الناجح شوف نسبة العائد الإيجاري اليوم ممكن يكون مختلف اليوم ممكن انت بالنسبة لك 10% باشر يكون 8% فمش معناته هذا العقار على المدى البعيد يكون ناجح فانت خلق بعين الاعتبار العائد ممكن يتغير بالنسبة لك وبالنسبة لك المنطقة الموقع مهم يوم تختار شو احسن مشروع في داخل دبي في مشاريع وايد زين الاستثمار احسن موقع في وايد مواقع حلوة شو هدفك من الاستثمار هدفك اذا كان مثلا نفترض التأجير انت هدفك اي مستأجرين التوب بتاخذ لهم على سبيل المثال في الداون تاون ولا في الستي ووك ولا هدفك البي كلاس ممكن تاخذ المناطق الا شوي اهدر هدفك السي كلاس ممكن تاخذ المناطق الا انزل يعني كله يأثر عندك حق ارشادك سريم تسلم اخوي رضا عبد المحسن ليش ما فيه تمليك في ديرا بيوتا وشقق للبيع ما شوف فيه تمليك ليش ما فيه تمليك تمليك للمواطنين شو الفرق بين استثمار مناطق المواطنين والتمليكه من العرب اخويieran استثمار في مناطق المواطنين او الخليتيين بس الخليجي اللي يقدر يستثمر اعطيك على سبيل المثال البرشة او البرشة على سبيل المثال او القوز او مردف مردف حين طبعاً المطاورين طلعوا بعد ما كان فهذي المناطق مناطق المواطنين بس انت اذا كمواطن بيتبيعها على مواطن يا neglect نسمى المناطق اللي خاصة بالمواطنين وطبعا هاي تكون أراضيها أكبر أمورها بالعكس العقار يعني لي خصوصيته الخاصة طبعا العائد المتوقع منه العائد الإيجاري شوف الهدف يأثر عائد الإيجار متوقع أقل لكن إعادة البيع متوقع على يعتمد الهدف هو اللي يأثر بحدود المليون أخي يحمد تواصلوا إياي وما يصير خاطر ومكتوم اليوم ما بتكلمنا عن مطورين ما مطورين أي شي حابع الخاص ما عندي مشكلة خالد شو يعني A B C Class خالد قصدي أنا A B C Class يعني قصدي أنت يوم على سبيل المثال تبقى تأجر على الطبقة العالية عندنا طبقات موجودين للناس من الطبقة المادية أنا أتكلم من ناحية الطبقة المادية عدة ناس ناس راقية يعني من ناحية الأمور ما عنده مشكلة بيستأجر ستوديو حتى لو 100,000 فأنا أتكلم A Class عندك طبقة لا متوسطة يبقى ستوديو 40,000 ما عنده مشكلة وعندك ناس ستوديو 20,000 مبرايم C Class فهذا يعني من وجهة نظري طبعا ما في أنا بالنسبة لي أنا أقول لك A B C Class أنت شو الهدف من الاستثمار هو اللي يقرره هيا في الممزر عندك شغابرت أو في المطلوق العموم هذا اللايف وقربنا تقريبا من 47 دقيقة 50 دقيقة ما شاء الله كنت متوقع اللايف بيناخذ لنا نص ساعة حاطة تساؤلات بسيطة عدكم مواضيع حابين نطرحها في لايفات إن شاء الله إترشولي على الديريكت شو من عناوين يشوفونها مهمة نطرحها في لايفات ياية وإن شاء الله إن شاء الله لنا طلعات دام في تفاعل منكم وذلك إن شاء الله لنا لايفات ياية ولا منقصر أي حد عند استفسارات تسمحوا لي أي حد عند استفسارات يتواصلوي سواء على الديريكت أو على الواتساب أنا أفضل على الواتساب عسى برد عليكم بح larسريع تبين لي النتوفيكيشنز مرات على الانستغرام شوي الفيديو بنازل على البوست وبنازل على اليوتيوب بنازل على المكانين وإن شاء الله أتمنى أن نفتكم فيه وإذا تعرفون حد من الشباب ولا شيء شاركونا بالفيديو ترشوا للفيديو ونتمنى الفائدة للجميع تحياتي مع السلامة